موسيقى أبنائي وأبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الأعدادي أهلا بيكم في حلقة جديدة لدراسة معدة الماث تحت رعاية وأشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة هنتكلم عن الكونفرس أو بايثاجورث سير ثيرم إيه هي الكونفرس أو بايثاجورث سيرم هنفتكر مع بعض أصلا البيثاجورث سيرم كانت بتقولنا إيه بايثاجورث الأي في السيرم بتاعته وكمان هنعرف إزاي نعمل لها كونفرس بقى عكس البيثاجورث سيرم هيكون عاملة إزاي ونحل عليها إجزامبلز ونفتكر الـ two methods بتاعة بايثاجورث والكونفرس بتاعه وكمان هنقابل إجزامبلز هتخلينا نستخدم بايثاجورث والكونفرس بتاعة بايثاجورث في نفس المسألة يلا بينا نبتدي حلقتنا ونتعرف أكتر على الـ Converse of Pythagoras Theorem يلا بينا يلا بينا نبدأ ونعرف يعني إيه Converse of Pythagoras Theorem وكان Pythagoras Theorem نفسها بتقول لنا إيه إن Pythagoras Theorem زي ما حضرتك شايف هنا Pythagoras Theorem لازم نشتغل جوه Right Angle the Triangle وبس ماينفعش نعمل Applying للـ Pythagoras برا Right Angle the Triangle يبقى احنا شغلنا كله in a Right Angle the Triangle only طيب As you see ايف Triangle ABC is right at A زي ما نشايف كده عندي Right Angle هنا at A إيه اللي بيحصل BC squared BC دا كنا بنسميه ايه yes The Hypotenus الhypotenus هنا هو اسمه BC BC squared equals AB squared plus AC squared So the square length of the Hypotenus equal the sum of the two squares of the other sides Okay Now we shall study the converse of Pythagoras Theorem إزاي بقى نعرف الconverse بيقول ايه الconverse طيب نخلي بالنا ونرجع تاني Pythagoras كم بيقول ايه Pythagoras كم بيقول لو عندي 90 degrees يبقى الhypotenus squared equal the summation of the two other square lengths تمام؟ طيب دا لو عندي ايه 90 degrees طيب تعال نشوف بقى الconverse بيقول لنا ايه الconverse بيقول لو تحققت Pythagoras يعني لو انت لقيت عندك هنا نبص لو حققت Pythagoras جيت اعملت check check كده هو ما قالكش ان فيه 90 ما قالش ان فيه 90 خلاص هنا فيش 90 هيقول لي prove بقى اثبت لي بقى ان الانجل دي 90 طيب اعملها ازاي يا شباب لازم احقق الريليشن دي لو الريليشن دي تحققت ها يبقى الانجل دي 90 طيب تعال كده نربط الدنيا ببعضها ونفهم موضوع عامل ازاي يبقى Pythagoras كان بيقول لي بيقول لي لو عندك 90 الريليشن دي تبقى result automatic موجودة ده لو عندنا 90 طيب الconverse بيقول لي لو الريليشن دي موجودة اتحققت يبقى عندنا الانجل 90 فاعمل موضوع عكس بعض طيب نكمل ده الموجودة انجل اي 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 كولز 90 زي ما انا قلت لحضرتك طيب تعال نشوف فيديو من الاي كي بي يوضح لنا الفكرة بشكل اكبر ونتناقش بعد الفيديو على طول وقد كده الاي كي بي بيكون مفيد لينا ومهم لينا زي ما بننبه في كل مرة مفيد قوي وهيفيدنا واشرح لنا الفكرة بشكل محترم جدا تعال نشوف ايه الفيديو مستخدم مستخدم previously we have learned the Pythagoras theorem it is time to review it, and learn about its converse in this lesson let us start by clicking the next tab the Pythagoras theorem helps you find the length of one side of the right angle triangle if you know the lengths of the other two sides to apply this theorem click on example button نبص هنا مع بعض كده شباب هو هنا أعمل إيه؟ هنا شرح لي Pythagoras Theorem شرح لنا Theorem نفسها وابتدأ يديني عليها إجزامبل شوف الموضوع مفيدة ديه شرح Theorem وابتدأ يديني عليها إجزامبل على طول الإجزامبل ده نريد أن نجد ديه زي ما نشايف كده بص نريد أن نجد ديه ديه هو نعم الهيبوتنس الهيبوتنس نعرف اللength الهيبوتنس لذلك نستطيع Pythagoras Theorem الهيبوتنس part 2 equals 6 part 2 plus 8 part 2 6 part 2 plus 8 part 2 لذلك 100 So if we apply square root يبقى دي أف equals 10 سنتيمتر نكمل مع بعض the length of df is equal to 10 cm The Converse of Pythagoras Theorem states that in a triangle if the sum of the areas of two squares drawn on the two sides is equal to the area of the square on the third side then the angle opposite to the third side is a right angle to explain that click on the example button in the opposite triangle MNL we have then the length of side MN is equal to 5 cm also the length of side LM is equal to 4 cm and the length of side NL is equal to 3 cm when we apply the Converse of Pythagoras Theorem we will نبص كده مع بعض هنا ما قليش اني عندي 90 degrees احنا هنعمل بروف دلوقتي اني في 90 degrees الجفن كان ايه في المسألة هنا الجفن كان السايدز كلها كان السايدز MN L M N L N اوكي يس هنعمل ازاي بقى ال Converse of Pythagoras بص بناعمل ايه بنعمل MN power 2 لانه دق أطول side the greater side power 2 it will be بص اوه عملنا MN power 2 بقت كم 25 طيب جينا نعمل دول بلاس بعض power 2 يعني LM all power 2 plus LN all power 2 it's 4 power 2 plus 3 power 2 لو حضرتك عملت 4 power 2 plus 3 power 2 هتلاقيها برضو 25 يعني MN squared طلعت equal to the summation of the two other squares so L في الحالة دي is right angle فاهمين الفكرة يعني ايه ال Converse طيب نكمل مع بعض الفيديو when we apply the conversive father goers theorem we will find that the length of ML square plus NL square is equal to MN square therefore the triangle MNL is a right angle triangle at L how about applying this theorem on the opposite figure to prove that the measure of angle BDC is equal to 90 degrees زي ما حضرتك شفت هنا بعد ما خلصنا خالص شرح الإجزامبل ادينا بقى إجزامبل نحله إحنا نقدر إحنا نشتغله لوحدنا وبص على الإجزامبل هنا زي ما قلتلك بيبقى من أنواع الإجزامبل اللي بتقدر تستخدم فيها Pythagoras and the Converse of Pythagoras لاتنين ما بعض الـ Triangle الأولاني عندي هنا 90 degrees so I can use yes Pythagoras أقدر هنا استخدم Pythagoras to get BD Pythagoras اللي هي الثيرم الأديمة طيب وبعد كده هيبقى عندي BD DC and BC we want to prove that measure angle BDC BDC اللي هي الأنجل D equals to 90 عايزين نعمل proving بقى لده طيب إزاي إذا فأنا نجيب ده power 2 ده power 2 وده طبعا بعد ما نجيبه power 2 ونشتغل بالconverse شفت الإي كي بي ببساطة شديدة شرح لنا الدرس كله بإجزامبلز في فيديو لا يتعدد أي فمفيد جدا الإي كي بي أتمنى نستفيد منه بشكل كبير جدا أوكي let's see this example in the opposite figure ABCD is a quadrilateral is a what is a quadrilateral which angle B is 90 ده وقالها given تعال نقولها على الرسمة هنا angle B equals to what 90 ده given given أن angle B is right نكمل measure of sorry length of AB equals 4 centimeters AB equals 4 centimeters AB 4 centimeters and BC equals 3 centimeters BC equals 3 centimeters CD as you see equals 12 centimeters and AD is 13 centimeters so prove that measure of angle ACD ACD اللي هي اللي هي الأنجل D شايفها ACD equals to 90 degrees تعال نشوف نعمل proving ازاي للشكل اللي قدبنا ده okay بس مع بعض measure of angle B equals to 90 given ده given بس بنكتب given and RTP we want to prove that measure of angle ACD ACD this is ACD angle ACD equals to 90 not ABC ACD equals to what 90 so عايزين نعمل prove ان الانجل D 90 لان اصلا ABC is 90 degrees the given okay نعمل كده ازاي شباب هنا نستخدم ال two methods Pythagoras and the convers sorry of Pythagoras يلا نشوف ازاي هنشتغل الاول على triangle اللي اسمه ABC بس معايا كده in triangle ABC بس كده عندي هنا 90 so we can apply Pythagoras yes Pythagoras theorem A so AC squared equal AB squared plus BC squared this is Pythagoras theorem yes yes so AC squared equal 16 plus 9 16 is 4 power 2 this is 4 centimeters and this is 3 centimeters so 4 power 2 is 16 3 power 2 is 9 so it will be 25 so AC equals 5 يبا كده عرفنا ان AC 5 centimeters طيب تعال نبص هنا بقى في triangle ده triangle ACD in triangle ACD yes تعال نبص هنا مع بعض how to apply Pythagoras how to apply converse of Pythagoras AD هنا عندنا AD power 2 equals 13 power 2 is 169 عمل هنا أطول side greater side اللي هو المفروض هيكون الhypotenus عمله part 2 and also CD part 2 is 144 and also AC part 2 اللي احنا لسه عارفين اللي انثب بتاعته 5 part 2 is 25 طيب هنيجي دلوقتي نعمل ايه هنعمل adding لدول بص adding لCD and AC بص كده معايا yes AD part 2 اللي هو 169 equals 144 plus 25 لو عملت لدول ايه ده تطلع 169 يبقى AD squared equals AC squared plus CD squared ده الكون يبقى therefore measure of angle AC equals 90 degrees يبحنا استخدمنا الاول Pythagoras بعد كده استخدمنا الكون verse بتاع Pythagoras عشان نعمل proving او نثبت ان الانجل ده is 90 degrees is it clear i hope so let's continue so this is the converse of Pythagoras theorem next another example in the opposite figure ABC is a triangle AD perpendicular to BC يعني هنا عندي 90 degrees بس كده معايا yes AD perpendicular to BC ده جفن طيب DBD equals 1 centimeter BD equals 1 centimeter as you see DC equals 4 centimeters and AD is 2 centimeters prove that measure of angle B AC equals 90 we want to prove this angle equal 90 B AC كل equals 90 طيب ازاي يا مستر لازم نعرف AB equals to what and AC equals to what and apply the converse of Pythagoras يلا بينا نشوف نعمل كده ازاي هنقسم الشكل بتاعنا into two figures بوس كده yes triangle هنا right angle the triangle والtriangle ده كمان right angle بوس معايا هنا the solution given and this is the RTP so let's prove in triangle ADB او زي ما اتفقنا هنقسم التriangle بتاعنا ل two parts ADB هنشتغل اولا على triangle ده right since النامجر angle ADB is 90 الانجل دي 90 صح the given so AB I can apply Pythagoras theorem نقدر هنا Pythagoras ازاي AB squared equals AD squared plus BD squared so it will be 5 AB squared is 5 AB not AB مش AB نفس لأ AB squared AB squared is 5 5 and this is number 1 نكمل مع بعض in triangle ADC هننتقل للتriangle التاني اللي على left hand side triangle اسم ADC بس كده in triangle ADC sense and measure angle ADC 90 وده given هو اللي قال عشان AD perpendicular to yes BC so we can apply here in this triangle we can apply Pythagoras يلا بينا عشان نعرف AC equals 2 كام يلا so AC squared equals AD squared plus DC squared that Pythagoras so AC squared equals yes 20 this is 2 not AC 2 dha AC squared AC power 2 يعne طيب تعال هنا adding 1 to 2 lma adding 1 and 2 mien 1 ya mister 1 lk dha dha 1 in AB squared AB squared cam 5 AB squared AB squared 5 and AC squared can cam 20 AC squared can cam 20 so add 1 to 2 add 1 to 2 yes so AB squared plus AC squared equals 5 plus 20 it's 25 type and BC squared bc bc equal to cam yes 4 plus 1 5 bc squared yes equals 5 bc squared equals 25 so AB AB plus AB squared plus AC squared equals bc squared we checked the converse of Pythagoras theorem تمام يبا استخدمنا Pythagoras two times مرتين هنا في التriangle dha وفي التriangle dha وبعدين عملنا converse of Pythagoras باستخدام side dha and side dha equal to 90 this is the converse of Pythagoras theorem ok تعال نشوف مع بعض example تاني على الwhite board يوضح لنا الفكرة بشكل أكبر وبردو هيكون example involved في مشترك في Pythagoras theorem مع الconverse بتاع Pythagoras theorem let's see our example meet you on the white board ok let's see more examples about yes the converse of Pythagoras in the opposite figure ABC is a rectangle ABC is what a rectangle yes E belongs to AD line segment such that AE equals 9 centimeters and ED equals 16 centimeters زينا بيشرح للرسمة بتاعتي AE equals 9 and DE equals 16 DC as you see equals 12 centimeters so prove that measure of angle BEC BEC angle D عايزين نعمل prove إنها 90 هي مش 90 أنا عايزة عامل prove لده طيب الأول كده ده rectangle صح كده this is a rectangle so BC equals to what yes BC equals to AD لأن ده rectangle so BC equals 20 5 centimeters جبت منين 25 دي أماستر عشان عندنا هنا 16 plus 9 صح كده يبقى BC is 25 centimeters طيب لما نيجي نحل المسألة زي دي نكتب دايما الجافن الجافن وده بيكون جافن هو الدهولنا نقدر نكتبه اللي هو ده كل ده كان الجافن ده كله الجافن this is the given تمام نقدر نعمله copy and paste طيب والRTP this is the RTP هو ده اللي هو بعد كلمة prove ده الRTP بتاعنا تمام لما أجي أكتب prove أكتب الجافن الأول وبعدين الRTP تمام وبعدين نقدر نشتغل prove تمام كده أوكي الجافن والRTP بيكونوا مكتوبين عندنا جوال مسألة يلا بينا نبتدي نشتغل الأول sense in ABCD زي ما قلنا is a rectangle is what a rectangle therefore BC equals 9 plus 16 equals 25 سنتيمتر ليه عشان BC equals to AD طالما ده rectangle طيب also من rectangle نستفيد يا شباب هنستفيد أن angle A is 90 أي rectangle consists of a four right vertices صح كده وangle دي هنا 90 صح أو لا لا أو يبقى قدر أقول هنا measure of angle أو in triangle B A E شايفو B A E زي ما حضرتك شايف triangle ده طيب I can apply Pythagoras ليه تدور تستخدم Pythagoras عشان هنا عندي 90 degree طيب AB equals كم 12 سنتيمتر ليه عشان equals to DC يبقى قدر أقول هنا AB equals to what AB equals to DC equals 12 سنتيمتر تمام so I can find BE so BE squared equals yes AB squared plus AE squared this is equal AB equals to what AB squared equals what 12 to the power 2 plus 9 to the power 2 so this is 144 plus 81 تمام كده شباب plus 81 so this is 225 225 and this is 1 يا مستر وحنا مش هنعمل square root لا مش لا إذا نعمل square root عشان احنا بعد شوية هنعمل applying للconverse طيب Pythagoras فهنحتاج BE power 2 so 225 is BE power 2 خد بالك مش الBE نفسها نكمل مع بعض هنشتغل هنا على التريانجل التاني التريانجل دا اه بص CDE عشان هنا D90 تمام عرفنا من اينا عشان دا تريانجل يبقين تريانجل CDE measure of angle D equals 90 degrees صح كده so I can apply Pythagoras نقدر هنا نستخدم Pythagoras so EC power 2 equals yes 16 to the power 2 plus 12 to the power 2 اللي هو DC squared plus DE squared so this is equal yes 400 لما حضرتك تعملها using your calculator it will be 400 is it clear وهنا this is 2 طيب تعال بقى ننتقل لان احنا هنشتغل جوه التريانجل دا بقى اللي هو سأقلني عليه من الاول عايزين نعرف اذا كانت D90 ولا لا طيب so يلا بينا نشوف BC squared الاول اقوله in triangle BEC هنشتغل في التريانجل اسمه BEC طيب BC all to the power 2 BC equals to what زي ما اتفقنا 25 25 power 2 2 is yes 6 2 5 صح كده ولا لا this is 3 صح ولا لا yes طيب تعال نعمل add تعال نعمل add 1 and 2 يعني ايه هنعمل 1 and 2 هنعمل 400 plus 225 صح ولا لا اللي هم كانوا EB to the power 2 plus EC to the power 2 so it will be 400 400 plus 225 so it's 625 also هيا كمان هتطلع 625 this is 4 طيب بس بانا ايه من 3 4 from من 3 and 4 من 3 4 دا ودا we find that BC all to the power 2 equals EB to the power 2 plus plus EC to the power 2 ودا مين مين دا يا شباب ياس دا الكونورس of Pythagoras دا الكونورس of Pythagoras دا اللي كان هو عايزه 90 degrees عشان بس حركة تبقى شايف كويس 90 degrees yes and this is the final answer اتمنى نكون استفادنا وابلكم الحلقات اللي جاية على الالف خير